في خبر آخر قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو إن أسباب ارتفاع أسعار الأغذية العالمية ما زالت قائمة رغم انخفاض الأسعار خلال شهر حزيران حيث بقيت قريبة من أعلى مستوى لها في شهر آذار الماضي المنظمة قالت إن حجم الطلب العالمي على الأغذية ما زال مرتفعا والذي يترافق مع الأحوال المناخية غير المواتية إضافة إلى ارتفاع تكليف الإنتاج والنقل والاختلالات في سلاسل الإمداد بسبب الجائحة وحالة عدم اليقين في الأسواق نتيجة للحرب في أوكرانيا وبحسب تقرير الفاو فأن الانخفاض في شهر حزيران لأسعار الغذاء كان مدفوعا بتدني أسعار القمح لأول مرة وتحسن ظروف الزراعة في بعض كبرى الدول المنتجة بعدما سجل رقما قياسيا في أذار في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إضافة لأسعار الزيوت النباتية والسكر ترجمة نانسي قنقر